بسم الله الرحمن الرحيم وكالعادة كل مرة نلتقي مع قصة حقيقية وواقعية والغارض من سردها هو الاستفادة منها حتى لا تتكرر الجريمة وقصة اليوم من مدينة مكناس واحد سيدة نصابة محترفة يعني من طيراز خمسة نجوم هاد سيدة نصابة كانت سكنات في احد احياء مدينة مكناس وضربت ضربتها صحيحة كما نقوله قبل ما تبخر مرة واحدة وما يبقى يبال لها اطار من اللي كانت سكنات تعاملت واحد تعامل مع الناس يعني واحد تعامل مع الصغار مثلا في عاش وراء تشري الوليدات الصغار اللعاب والكثير واحتى انها في عيد الاضحى كلاتة الاشخاص اللي شريت لهم اضحية العيد كلاتة الناس عيدات اللي مشريت لهم الكبش الحولي وليه هو بيطالي كتعرفوا بيطالي مرة تعطيها عشر دراهم مرة تعطيها عشرين دراهم والناس دخلت في القلوب دي الناس والناس تاقوا فيها وهذه النصابة والتي معروفة في الدرب بديك الطيبوبة ديالك احتى ان شي وحدين في المكي بيكون مثلا يوم الجمعة يناديوا عليها تاكل على الدم الكوسكوس او مثلا كينا شي مناسبة مهمة كيناديوا عليها باسم فاطمة الزهرة خالتي فاطمة الزهرة اللي ولات معروفة ونالت الثيقة ديالناس وكانت كتدرس الوضعية دير كل واحد وكتعرف النقطة الضعف دير اي واحد وبدأت بواحد السيد حاري السيارات على قد الحال وكان غير كاري غير كاري فاقيار على قد الحال عنده واحد الولد كيقرأ في الثالثة اعدادي وكان حبس من القراياه وقالت لي اذاك الولد عداك غدا يضيع خاصه يمشي الخارج يمشي البرة وهذه وديك وانا كان اعرف واحد السيد كي يساعد هذه الامور وبقات عليه حتى اخذتنا عنده تصوية الصورة دير الولد وصيبوا ذلك الجواز دير السافار في مدة يومين وكل شي وطلبت منه واحد المبلغ مالي لديك سيد اللي غديقوم بالعملية دير الولدي ياخده للضفة الاخرى واخذتنا عنده الفلوس دير الطيارة المهم هو ان القاضية طلعت لي في كتر من ثلاثة المليون طلعت لي في واحد وثلاثين الف وسبعمية درهم وهذه السيد كانت تسلاف وتكلف ودار القرعة وتمعار في القرعة والمشاكل ديالها وعطاها الفلوس ونصبات على الكثير من الناس وقبل ما تغاضر قلت لي معده واحد السيدة في الدار بايدة من العائلة ديالها مريضة بغت مشي تشوفها وكانت ديخية اخر مرة يشوفوها مشات ما رجعت والغاة ديك الارقام ديال الهاتف ديالها بدلات الارقام من اللي كي تصلوا بها ما كينت تحاجم وبعد الاختفاء ديالها بدلوا ضحايا جدود الكثير وفيهم شوحدين عندهم احوان التجار واحد ملحانو تخذت ليه او نصبت عليه في 8000 درهم واحد اخر 8500 درهم واحد السيدة غير متجولة وكانت بيعد الملابيس نصبت عليها في 4100 درهم 4100 درهم وملحانو تخير 5000 درهم والسيد اللي كاريلي هداك اللي كاريلي هشوف كيفاش نصبت عليه في 6500 درهم وقلنا هدك الاساس اللي بديت به اللولاني 31700 درهم ما دولي قصحاته اكثر وكان عنده واحد كلام معسول والناس كي تيقوا التيقى الزائدة وكي تيقوا في المظاهر والمظاهر خداعة واحنا من القادم كان سمعوه السن يضحك للسن في القلب خذيها بحال مثلا هده الحاري السيارات كانت نصبت عليها عن طريق الولاد ديالو اللي غد يمشي للدولة اجنابية واحد ملحانو تنصبت عليها انه غد توفر لي واحد الرخصاء وهكذا واحدها نصبت عليها بانه غد ترسل الامارات تعمل كخادمة او عاملة او شوف وغد يتجني اموال كبيرة كلك نصبت علي هذا نصبت علي بالوظيفة هذا نصبت علي بغد يعمل واحد العامل محترم لانه كانت كالدرس الوضع والناس تاقوا فيها التيقى زائدة واكتر يدلت الناس لنصبت عليهم فقراء قبح الله الفقر والجال وزاد عليها الطمع والغاباء ورفعوا عليها واحد دعواء امامه وكلماليك ولكن القانون لا يحمل مغفالين إذا كان الإسلام يحمل مغفالين وغد يدعى الله المغفال ترجع له الحقوق دياله فالقانون لا يحمل مغفالين القانون ما عنده ميدير القانون خاصة نطبق القانون هذه السيدة اللي عطينا هالأموال خاصة نعطوها بأوراق بشهود بالكثير من الأشياء وفي الاختفاء دياله بانوا ضحايا آخرون من أحياء مجاورة من حمرية من حي الزيتون من كومياطا من لوزين من كل قرواواق يعني من كل حدابين وصلوا وخلت مشاكيل حتى أنه واحد الراجل مع الزوجة دياله اللي حقول الطلاق اللي حقوله واحد الخصومة ومثل هذا النصب رمشي هو الأول ولا هو الثاني ولا هو را وقع في مدن كتر هنا عدنا في الدار بيضاء وحد السيدارة نصبت بالملايين والناس نشوف مع ذلك اللباس ديالها ومع ذلك المظهر الخداع والكلام المعسول وا 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 لا إنسان ما تعرفه حتى على ثلاثة الحويش حتى تسافر معاه حتى تمرد وتزوره ولا ما تزوره شكوفه كيفاش أو لا عن من اللي تسلفه من اللي تعطيه وحد دين هذا تقدر تحكم عليه لا نحكمش عليه مثلا راكي صوم ولا كادا ولا دير الأحياء الأحياء راكي تباع نشوفها من أي مكان ها وحدنا مجزرع يبيع الأحياء يبيع موستاج يبيع الدفار ما يخلي بيبيع إنسان ولي يكون على بال وحتى لا نطيل هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر